ترجمة نانسي قنقر تتحمل السلطات العمومية والحكومة الموريتانية ممثلة في المندبية العامة لتضام الوطنية مكافحة إقصاد تآزر الاحتياجات الصحية لفئات هامة وواسعة من المجتمع الموريتاني وبمختضى هذه الاتفاق التي ستوقع اليوم بحول الله تعالى ستستفيد أكثر من مئة ألف أسرى موريتانية في عموم التراب الوطني من خدمات علاجية واستشفائية مجانية ضمن نظام التأمين الصحي الوطني وهذه الخطوة هي تجسيد تعهد من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وهي أيضاً تنفيذ الإجراء تم اعتماده في إطار برنامج أولويات واحد وهي مكون أساسي من العرض في المجال الصحي التي تطلع به المندبية العامة في إطار الخطة التضام الوطني ومكافحة الإقصاد ونختار هنا ونكمل بهدافها من النظام الصحي بصفة عامة وكيف منصوص عليها برنامج بخامة رئيس الجمهورية الصحة ماد قد تعود حقيقية وبجودة ما هو بتأمين صحي شامل شامل جميع الموريتانيين من 2005 الدولة دارت نظام تأمين صحي وبداية شمال أولاً عمال الدولة وجميع الفئات اللي يتقضاوا رواتب والله مبالقوا من عند الدولة وعقب أوسع لك شور الغطاع الشبه العام وعقب أوسع شور الغطاع الخاص المصنف واليوم تأمين صحي يتكلف اليوم بكثار من 500 الفرقاش في النطار الشي يبقى إياك عود تأمين شامل يبقوا في مجموعتين مجموعة اللي طرق أهلم الدولة بالعام وأساسية أساسية في نطار عدم الإقصاء وشمولية الخدمات لشميع الموريتانيين بها اللي مدد هش يغير المولي بالنسبة لنحن للصحة مهمين بهم اللي هم هم اللي منتعرضين أساساً لتأثيرات الصحة أكثر من غيرهم وبداية لا يعود هذا المولي عنده تأثير على نتائج النظام الصحي بصفة عامة لأن هاي فيها تمكن يوم الحمد لله أنها لا يتعود عند هذا الولوج وكيف قال هو مهم أن هذا الولوج ما في تمييز معناه على مستوى المشآت الصحية العمومية والخصوصية اللي تتعامل مع صندوق تميز صحي لا يتعود ما تعرف لرقاج اللي جاي منه مؤسسة خصوصية والله ملسسة عمومية والله جاي في النطاع وجايها إنسان موريتاني عنده بطاقة تقولونه مؤمن أي تكلفلو به بنفس الطريقة وهذا مهم به اللي نوع من الحد من الإقصاء والتمييز ترجمة نانسي قنقر